وهذا شيء صحي مفوش اي حاجة واحنا لغاية انت هنفضل في مجال التخوين والتشكيك والانقصال لا لا انت تكون مرفوض لا لا انت تكون مرفوض لا لا انت تكون مرفوض الاستاذ خالد علي لم يحضر اه بس لم يحضر بوضوع شديد لم يحضر بسبب انكم هل هو اعلن هذا؟ هو كان على تواصل معي شريف ده من خلال معرفتك يعني ده من ايه هو الرجل ما اعلنش الاستاذ خالد علي ما اعلنش ده بشكل رسمي على صفحته الرسمية بس ده اللي معروف عندنا كلنا من الناس المقربين للاستاذ خالد علي وده معروف بدون ذكرى اسماء يسأل الاستاذ خالد علي انه ما اعلنش عشان تم اقصاء قوة وشباب وشباب بكت الاحزاب بتجري وراها من 4-5-6 سنين لم يحضر الاستاذ محمد ادور السادات هل هو اخذ موقف؟ والله والاستاذ محمد ادور السادات عمر ما كان محسوب على طيار المدني والعمر كان محسوب على مربع المعارضة والعمر كان محسوب على طبع السورة والله ما اعرفش محسوب عليه السادة زوائل انا عايز بس اكمل الاستاذ حمدين صباحي تمام تمام لم يحضر لاجتماع التأسي المقام لا بس يحضر المقام لم يحضر المقامر التأسيس الذي اطلقنا فيه الحركة هل معنا كده هو اخذ موقف لكل انظروفه لا حضر المقامرة للدم الان فيه عن مقاطعة نحن نتكلم عن المقاطعة سيادة أنا قلت رأيي أن المقاطعة أصلا لم يكن موقفنا ولكن أصبح موقفا طيب عشان أسأل بقى سيد لوا بس بالشكل بتكلم عنه شيف كده سيد لوا مهند سياحي أنا شايف أن المقاطعة هنا يعني ربما تمثل شخصيات قليلة يعني لا تعبر عن طيار في الشارع يعني أنا مش شايف طب أمال ليه عمل إزعاج يعني مش عمل إزعاج والله العظيم ما عمل إزعاج ولا حد متم بها إلا لما عرفنا أن البيع عمل إزعاج قسما بالله مش أنا وإنت نستطيع أن نقص نبض الشارع إذا كان الشباب نفسهم الذين ينتمون إليكم يتحدثون عن وجوه هي نفسها التي تتصدر المشهد بما لا يزعاج من المقاطعة لا لا أنا أقصده اللي أنا أقصده أنه حتى الشباب الذين ينتمون إليهم يرفضون المقاطعة عدد كبير منهم يعني ماشي يرفضون المقاطعة وشايفين أن في وجوه تتصدر المشهد تمارس إقصاء بتوقس الغير وفقا للأيديولوجيات ده معايا ده مش معايا وبالتالي يعني تمنتوا يعني تنتقدون سلطة تفعلون ما تتهمونها هذا رأينا ولا نستطيع أن نلزم أحدا به ولكن المواطن المصري من غير أي حد من غير دعاة المقاطعة أو دعاة المشاركة المواطن المصري إذا أحس بأن لصوته قيمة بيذهب كما ذهب في الانتخابات اللي جرت في سنة 2012 و2013 ذهب في طوابير تحت المطر أبهرت الدنيا كلها لأنها لأول مرة أحس أن لصوته ثمنا أو قيمة الانتخابات التي أشرف عليه المجلس العسكري بقيادة المشاركة وانتخابات 2014 لكن أصلي لم تصل ولم ترقى إلى المستوى اللي هي طوابير إياها دي طبعا لكن المواطن عندما يحس أن لم يعد لصوته قيمة لن يذهب لا بكلامي ولا بكلام اللي هو مقرحي ولا بكلام رئيس الجمهورية هذا واقع يحسه المواطنون طيب سيد لواء شايف أنا بقولك يا أستاذ وائل مع كلام شريف عن الانقسامات يعني والشباب يتحدثون عن إقصائهم طبعا أنا النهاردة سمعت هذا الكلام لما أول مرة أسمع عن مؤتمر بتاحهم لما عرفت أن أنا جاية علشان هذا الموضوع إيه يا جماعة قالوا المؤتمر مين دول رحت جايبهم من عنيت أنت لقيت هي نفس الوجوه نفس الأشخاص نفس القصة نفس الحدوتة نقصين 2-3 نقصين مش زايدين نقصين 2-3 بس مش من حقه أنه يستخدم المقاطعة كسلاح سياسي سيدي ما إطلاقا مين اللي قال إن المقاصعة السلاح ده السلاح اللي ما بيروحش يدي صوته في الانتخابات يا كأنه مش موجود كأنه مات اللي بيروح يدي صوته يمين أو شمال أو يصلب أو يصلب في الانتخابات طبعا أو يصلب على الاتنين يروح يا سيدي ويصلب على الاتنين اللي موجودين أو التلاتة اللي موجودين يصلب بكده ده الإيجابي ده اللي رايح يقول أنا هو وحنقول إن أنا محاضر وأنا بقول لا لده ولده ده المواطن اللي هو له موقف إيجابي إنما نقول إن أنا حقاطع اعتقادا مني إن الشعب أساسا مش حيروح لأن النتيجة محسوبة بمقدما أعتقد إن بوكو حيوأ على شونة وإن شاء الله الشعب هينزل لأن الشعب مؤمن بالراجل ده وباللي بيعمله من أجل البلد دي حقيقة إنما التصرفات بقى لا نقاطع لا ما ننزلش طب حد حاشكم إنه كنت رشحوا واحد قادر راجله من اليسار منكم يعني من نفس المجموعة بيقول ما اتفقتوش على واحد وبعدين تطلعوا لي بيعمل واحد يقول أنا منسحب لأن ما لقيتش التوكيلات بتاعتي الله هو أنا اللي حلملك توكيلاتك لا ده أنا سألت اللجنة العليا أنا عندك وكم صوت ليا ده ينفع واحد تاني يقول لك لا والله أنا شاف الجو والغمامة منش داخل أنا مالي أنا مالي أنا إنك إنت بتعمل شبورة على أساس إنك إنت يا واجلك وماليكش إنما إديني واحد كده بدخل وحد اعترض عليه إنما تقول لي أصل فلان طب ما أنت تعلم كراجل كنت زابط في الجيش إن فلان ده خالف القانون العسكري وخالف الأوضاع العسكرية تقول لي أعملوا له إيه هو ده إيه هو ده هي بالغلوشة ولا بالحقائق لما نتكلم نتكلم بالحقائق إنما البيان ده اللي نزل البيان ده أنا بطالب النائب العام إنه يحقق أخفضت هذا البيان والتحريض اللي وارد فيه ليه البيان مليان تحريض يا بيه أهو البيان اللي مطلعين لا أصلي فيه بيان بتاع دخطور عبد من عمام بالفتوح و بتاع الخمسة دول الخمسة لا فيه بيان البيان بتاع الحركة الوطنية برضو فيه يبيه تحريض فيه واحد بيتهم البلد بإن هي فيها حكم دكتاتوري أنا بيتهم الرئيس عرفتاح السيسي اتهم لأنه حاكم من فرض المطلق مين قال هذا الكلام فيه مجلس نواب وفيه حكومه وفيه دستور يبيه اطلع الدستور هناك فيه مواد بيتحيل عليها لكن هناك سيدتك كنت مساعد وزير الداخلية فيه مادة خاصة بالرئيس اقرار الزمن الموجود مقدموا يا موجود لا لا مش يقدر مقدم مادة 145 انت عايز نبعد عن الموضوع لا أنا لازم أكامل موجود 145 موجود المادة 145 تنص على أنه مش بس يقدم ده 6 مليون موظف عام بيقدمه أنا كنت بقدم وانا مدير مركز القادة لكن نشرها في الجريدة الرسمية في توقيتات محددة عند توليه المنصب يعني يونيا 2014 وفي نهاية كل عام يعني يونيا 2015 موجود المادة في نهاية مدته لا 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 في نهاية مدته يا سيدي بالإضافة لنهاية مدته طب يعني أنا نود نام المناشة خلينا وهذه مادة تخصها شخصيا ولم يقدم إقرار الزمة المالية ولا أي حاجة بالمارة أما ولم يحسر طب ما تطعن يا أزمون ما تطعن معادة الكاملية لا يبي أدن بلاغ طب ما تطعن أنت برضو سيادتك لأنك مواطن أمام روايس لا أنت عندك المعلومات أنت عندك المعلومات لا أنت ما عنداش سيادتك نسخة من الدستور المصري لا تب ما هل مابدى 145 أنت بتقول كلامنا في فيزو خليلي بس بتقول للنائب العام نتابه مختلف لنائب العام استمع إلى دعوة اللي هو فاروق بتحويلنا يعني آه هذا البيان اللي امطلعين وهذه المجموعة وهذا البيان اللي امطلعها المجموعة الأخرى فيهم تحريض على الدولة وفيهم تحريض على اتخاذ إجراءات وليه ما تتعملش معا إنه بيان سياسي لا مش بيان سياسي ليه لا ده بيان تحريضي يعني الراجل بيقولك أنا بقاطع لا يا بيه لا فيه سب وقصف كمان الله لا أصلا فيه بيانين ما أنا بقول على بيان الجبهة الوطنية دي اللي هي مش عارف بتاع التجمع اللي مش عارف ايه اللي مالوش لازمة ده طيب ليه لازمة ما لا مالوش مش تجمع الدموقراطي اللي مش عارف ايه اللي مكون من تمن أحزاب تمن أحزاب منهم اتنين تحت التأسيس والبقيين ما يجمعوش مية وخمسين سوق طيب خليه بس في السؤال اللي هنا أنا 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 ملاحز بس هي حاجة يعني هو فيه أسلوبين دايما بيتم استخدامه التعبير عن نفسي والهجوم على الخص تكتفونا فقط بالهجوم على الخص إنما التعبير عن نفسي هل لديكم يعني خمسة ستة سبعة يعني ما كلام هنا الشريف يقول إن احنا قعدنا حتى قبل الضجة دي كلها قبل المشاكل دي وقبل التضييق وإنه هو أن يتم العثور على مرشح يتم الالتفاف حوله والاتفاق عليه خليني خلاص انت هاجمت وقلت يعني أقصى حاجة يعني حكم ديكتاتوري وحكم فرد و minimal لكنكم لا تتحدثون عن أخطائكم أبدا مفيش حد بيقول إحنا كمان يا جماعة في منتغى الضعف إحنا كمان يا جماعة مش لاقين اسم نلتف حوله إحنا كمان يا جماعة ما عندناش قعدة في الشارع إحنا كمان يا جماعة ما عندناش طيار في الشارع لا تتحدثون عن أخطائكم يعني عندنا أخطاء لكننا لسنا في موقف ده احنا يا دوب نلاح ان احنا ندافع امام الهجوم اللي بيحصل احنا لا تتاح لنا الفرصة نحن نشوه من وسائل الاعلام ده كويس ان انا جيت مع حضرتك لكن بقى الوسائل بتشوهنا دون ان نعطى فرصة الدفاع عن انفسنا هناك اخطاء نناقشها تقدم اكثر من مرشا هياخد الانتخابات هيظهر بموجب الانتخابات في كل الشاشات الاخطاء نناقشها بيننا ولا نتوقف عن هذا ونختلف لكن لسنا مطالبين بان احنا دلوقتي نعلن عن اخطائنا احنا ده هما الناس اصلا بيتهمون بما ليس فينا من اساسه يعني من اساسه ولا نمكن من الدفاع عن انفسنا حتى بالصفة الشخصية بالصفة الشخصية شيء غريب جدا يعني وسائل اعلام تتدخل في الشؤون الخاصة بالخطأ لدرجة انا حتى مرة قلت يعني اللهم افضحوا بالحق كما شوهنا بالباطل نحن وغيرنا مش هقول اسم المزيع والمزيعين وشكلام دولا بقى انت بتقول سؤال بالهجوم على الغي يعني هنا السؤال الم يكن من الافضل وبموضوعية نكلم الناس كده الم يكن من الافضل ان احنا نقول يا جماعة طب احنا كقوة سياسية وتمثل الطيار الماد او بغض النظر عن المسميات لان الناس تاهد في المسميات ما عندناش اسم او اتنين او تلاتة وان الانتخابات الرئاسية هي افضل فرصة ان انا اخوض هذه الانتخابات ونكشف يا سيدو قبح السلطة زي ما انت بتقول نحن عندنا ناس دخلت فعلا يعني زي ما اقول ذكرتهم انا لكن انت متزن مني ان انا اطلع بيام اقول نعترف نحن الحركة المدنية الديمقراطية بان اخطاءنا كذا وكذا 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 لا لما نسألك لماذا انتم عاجزون عن تقديم مرشع ده 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 شريف ينتمي الى خندق وما يقول نفس الكلام احنا لسنا تجمعا احنا من الاساس لسنا تجمعا انتخابيا من الاساس احنا قلنا كده وانما احنا حركة بتهدف الى ترسيخ اسس الدولة المدنية الديمقراطية عشان كده من الاول خالص قلنا احنا مش تجمعا احنا لانا كان في ناس يقول انت تبع فلان او علان قلنا لا ولكن نحن مع حق اي مواطن في ان يترشح سواء كان من بيننا او من بين غيرنا نحن مسعانا كله ان يكونوا هناك ايه ده ما نطمع عندك اللجنة العليا لانتخابات